خلينا نقول احنا لسه في العيد احنا لسه بنعيش اجواء ثورة يونيو اللي كانت نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ مصر وفي تاريخ المصريين زي النهاردة في الاول من يوليو في عام 2013 الشعب المصري سمع بيان القوات المسلحة الشهير اللي قال فيه ان القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهي للجميع 48 ساعة كفرصة اخيرة لتحمل اعباء الظرف التاريخي وانه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فان القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل واجراءات تشرف على تنفيذها كلنا فاكرين كويس جدا هذا البيان وكل المصريين كانوا في تحرير والاتحادية رفضين حكم الاخوان في هذا التوقيع صحيحة مصطفى كمان بعد هذا البيان الحقيقة انا افتكر انه كانت في حالة من الفرحة في كل مكان في مصر في كل الميادين في كل البيوت الكل كان فرحان وكان متطمن الكل كان سعيد وكان مدرك ان القوات المسلحة كعدتها تكون هي السند وهي اللي هتحمي ثورة الشعب ضد حكم تنظيم متطرف كل هدفه هو الانفراد بالسلطة واقصاء كل مكونات الشعب المصري ممكن بعد هذا البيان كمان تبعنا بقى تهديداتهم تبعنا اعمال التخريب اللي حصلت تبعنا اعمال العنف اللي حصلت كان دا على الهوى وكنا بنشوفه في الشوارع ومعتقدش يا مصطفى انه يعني مفيش شخص شاف بعينه بعينا حتى عن الفيديوهات او المشاهد اللي كنا بنتبعها على قنوات التليفزيون اللي كانت طبعا بتتابع دايما اول باول مفيش حد ما تعرضش الموقف حتى في الشرع او يعرف حد تعرض لموقف في الشرع من اعمال هذه الجماعة المتطرفة هو الاقصاء كان عنوان الاخوان ويمكن مسلسل الاختيار لما جاب الصيدالي المسيحي وموظف الشهر العقاري والمواطنين هو فعلا بين ان الناس دي ما كانتش في حزبة هذه الجماعة اللي انفرضت بالسلطة ورفضت اي رأي مخالف لها الكل فعلا كان مستني هذا البيان الكل كان عنده يقين بان القوات المسلحة استحالة ابدا تتخلى عن ثورة شعب ضد جماعة ارهابية جماعة رفعت السلاح وجماعة مرست كل اشكال العنف والتخريب والتدمير والاقصاء لكل ما هو مصري ولكل ما هو وطني جماعة حاولت ان هي تشوه الهوية المصرية جماعة فشلت تماما في فرض اجندتها على الشعب المصري بطبيعة الحال عشان احنا هويتنا المصرية والوطنية موجودة في جيناتنا محدش ابدا استحالة يقدر يغيرها وعلى مر التاريخ كتب التاريخ تقول هذا الكلام عشان كده شفنا الملايين اللي نزلوا في الشوارع في مشهد ما حصلش قبل كده في اي دولة في العالم نزلنا عشان نحافظ على هويتنا هويتنا المصرية ونسترد هذا الوطن كل سنة وكل شعب مصر بألف خير كل سنة ومصر هتفضل دايما قوية بنسها وأهلاها وقواتها المسلحة وشرطتها متسبح على حضراتك بارة تانية صباح الخير والسعادة عليكم جميعا صباح الخير يا مصر